لكن في نفس الوقت يجب أن لا ننسى أن بريغوجين في مشكلة حقيقية جداً مع وزارة الدفاع الروسية هو منزعج هو ينتقد وزير الدفاع ينتقد كل من على رأس السلطة على مستوى روسيا وحتى أن هناك كلاماً بأنه يريد منافسة بوتين على رئاسة روسيا في الانتخابات القادمة في داخل روسيا لذلك يفقين بريغوجين قد يكون نوعاً ما يبالغ في بعض الأمور التي ذكرها ليس واضحاً هذا الأمر علينا أن ننتظر أياماً لكي نرى المعلومات التي تحدث عنها بكل تأكيد وخاصة يجب أن ننتبه بأن التقارير الغربية لا زالت تؤكد بأن القوات الروسية قوية للغاية على المستوى الدفاعي فمسؤول غربي ذكر هذا الأمر اليوم للسي أن أن حول الدفاعات الروسية وحتى الأوكرانيين وقال القوات الأوكرانية أثبتت أنها ضعيفة أمام حقول الألغام وأن القوات الروسية مؤهلة في الدفاع عنها أظهرت القوات الروسية كفاءة أكبر مما توقعته التقييمات الغربية وأضاف نجحت القوات الروسية في تعطيل الدروع الأوكرانية بهجمات صاروخية وألغام ونشرت القوة الجوية بشكل أكثر فعالية وبالتالي نحن أمام فعلاً تقارير متضاربة عما يحدث في نهاية المطاف ما هو رسمي القوات الروسية قوية وبوتين أعلن عن الشيطان الروسي أو الشيطان الثاني الآن فإلى أين سنصل لهم؟ اشتركوا في القناة